السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الستات طالعين بقى لهم شوية يقولوا مش كلهم طبعا مش هحبش اجمع انا عايزين اجر الرضاعة حق ما بين رضاعة احب اطمنهم وقولهم الطلب ده شرعي جدا انتو ما طلبتوش حاجة حرام بس يبليني ان ده حصل ليه بقى؟ اصل هيرفض يعني مش الراجل الراجل مش هيلحق يرفض يعني انت لو شاردت ده قبل الجواز لان هو الشرع المفروض انك تطلبي ده قبل الجواز حريم اللي زيك وهم اللي هيقولوليك نعم ياختي اخته وامه ده اللي انت هتبليه اللي شبهك بالزبط وهم اللي يقوليك نعم الراجل مش هيلحق يرفض وهيقوليك المسأل القديم تموت الحرة ولا تأكل بساديايها ولذلك قصة يعني وهقولك انت شخصيا ياللي عايزة اجرع الرضاعة اللي يخلي اخوك الراجل او ابنك الراجل يتجوز واحدة بتقول انا عايزة فلوس حق ما برضع عيالي اللي جيين من بطني اللي هيخلي اخوك يوافق على كده بجد يعني احوك الستات خلصوا طبعا لا بس كمان عشان اكون حقاني وبحط كل حاجة في مكانها لو الست اللي بتطلب حق ارضاع اطفالها من جوزها وحجتها ان الشرعة اجاز ده تمام وشابو وارفعلك كمان القبعة لو انت وفقت الجوزك انه تجوز عليك التانية تالتة الرابعة مش هيفرق معاك عددهم اصل الشرعة اجاز ده لو انت مفيش مشاكل في ده يبقى والله مفيش اي مشاكل فعلا ان انت تقولي انا عايزة اخلوس حقق جدا عبقى انا كل اللي انا بقوله دلوقتي يبقى غلط نمانتي مش قادرة ولا تطيقي ان جوزك يتجوز واحدة تانية معان الشرعة اجاز ده فاتيجي تقولي انا هاخد اجرة الرضاع اطفالي عشان الشرعة اجاز ده يبقى كده مفيش معايير بقى مصلحتك يا المعيار مش الحق هو المعيار وده اللي خريب الدنيا المصلحة والحق احنا المصلحة هي اللي بتكسر وانت لو سمحتيلو على فكرة انه اتجوز واحدة تانية مش هيديك اجر الرضاع برضو ايه خليت تانية تردع له العيال دول برضو عشان الشرع يسمح بدا برضو ان تجيب مرضاعة برضو وطبعا هو الست دي مش موجودة يعني لو انت فعلا بتطلب باجر اضعيتهم عشان ده شرع وهو هيتجوز واحدة تانية عشان ده شرع وبعدين يجيبها هي اجرع او يجيب واحدة تالتة من الشارع تردع العيال ويديها حق الارضاع عشان ده شرع بقى انت ست تقبلة بجد يعني يا بختك يعني ويبقى ربنا يدم عليك النعم عشان مفيش حد بيتصلح مع نفسه بالمنظر ده ابدا يعني فده حق مشروع وده حق مشروع محدش طلب حاجة حرام كده لحد دلوقتي ربنا يا اباحدة وده برضو مباح مش تبقى الواحدة او الواحد طبعا ماشي كده شايل معا اتنين كده ميكالين ميزانين اه والله هنحوزن الحاجة دي لي انا هطلع الميزان بتاعي ده حد تاني لا نطلع بالميزان التاني ده وايل للمطففين لو قسناها لو عملنا قياس انت معيرك مش واحد حاضر عشان الميزان بتاع الناس ده هيتقبى في مصلحة انا برضه ونصيحتي تاني لو انت هتطلبي الارضاع ومش هتسمحي الجوزك انه يتجوز غالبا يعني لو ده اخوكي هيروحوا جاي واخد العيال ويروحوا يرضاعوا في حتة تاني العيال وساعتها الاتنين خسرانين لأ ساعتها البيت كله خسران عشان العند بيولد الكفر بالنسبة ليه انا بقى كعالي بنتي مش ممكن تتربى على ان هي تاخد حق الاكل اللي بتعميله الجوزها وحق الرضاع اللي هترضاعها لعيالها اللي جايين من بطنها مش ممكن انا مش هرباها على كدا وطبعا مش شرط نطلع عيالنا زى ما احنا عايزين وزى ما احنا رسمين بس انا مش هرباها على كده في نفس الوقت مش هربى بني ان هو تجاوز البعا نفس الفكرة بالظبط لا الها ربي دع لكده ولها الها ربي دع لكده حلال؟ آه حلال شرع؟ آه شرع بس لكل واحد فينا دور على الحتة اللي في الشرع وجاي يطلعها دي مباحة يعني لما الظروف تبقى حوجات جداً لها بقاش حرام فمحدش قدر يحرم إن الستة أولاً عايزة إرضاعها يالي محدش قدر يحرم محدش قدر يحرم إن الرجل الجوز التانية والتالتة والربعة يبقوا في نفس الوقت والجوز عشرين كمان بس يبقوا هم أربعة اللي موجودين مع بعض في وقت واحد ده شرع محدش قدر يقول على ده لأ أو يقول على ده حرام إنما المجتمع بيقابل الشرع اللي من النوع ده إزاي؟ بعنف جداً جداً وخراب البيوت بيحصل فيه لو ستة قالت لراجل عمش هردع الواد ابنك ده ولا ابني ده غير عم تديني أجر رضا أعطاكت كان البيت باز ولو الراجل جاء قال للستة لا هتجاوز عليك ورجلك في قرابتك برضو البيت باز شرع آه شرع بس الناس استحملت لها ما استحملوش اللي بتروح تطلق أو تخلع خفاً لا وقيمة حدود اللا برضو بالشرع لما بتطلق بيبقى الشرع في نفس الحتة هأكد عليها تاني اللي طالبة حق الإرضاع ما طلبتش حاجة حرام زي بالزبط كده لما جوز هيطلب منها إنه تجاوز تاني ما طلبش حاجة حرام عشان نحط الأمور في نصابها وفي الحتة المظبوطة بتاعتها الكلام ده شرعي آه شرعي بيوجع بيوجع جداً ولما يوجع يوصل للعند والعند يوصل للكفر فعلاً تعمل حاجات تخرج بها من الملة بجد حقيق ونصيحة بقى في الآخر لما تيجي تطلبي من جوزك حق إرضاع الأطفال أو إنت لما تيجي تطلب من مراتك إنك عايز تجاوز واحدة تانية الكلام ده ما يبقاش هزار والكلام ده مفوش هزار ما يبقاش جر شكل ما يبقاش إننا ده أنا بثبت موقف أنا بقوله ولا أنا بقولها وبعمل كده عشان أتأكد من حاجة جوايا يا حبيبي يا سلام يا حبيبي إنت بس في الموضوع مش فيه طرف تاني ما هو الطرف التاني ده في نفس اللحظة بيتأكد من حاجة تانية جواها وقع رب حتة ممكن تروحها بعد الكلام ده والنقاش اللي هو ما فيش منه مصلحة ده حكمت الأسرة دي عارب حاجة ليكم في الآخر هقول ربنا يهدي الناس يا رب ويبقى عن بيوتنا الفرقة والكره والضغينة والبغضاء وكل الحاجات الوحشة ده وهم لبيوتنا موادة ورحمة يا رب ومن أرب ببيوتنا سوء اجعل كيده في نحره وجعله عبرة لمن لا يعتبر اللي مش بيعتبر يعتبر منه أنا حاولت إن أنا أولا أبقى منحزنة ولا أبقى منحزنة ووري الست مشاعرها بتبقى عاملة إزاي لما الراجل بيطلب حاجة حلال بس مش كويسة في مصلحتك نفس الفكرة بوريها الراجل لما ست تجي تطلب منك حاجة برضو حلال شفتوا الرجالة طبعا ردوا على الموضوع إزاي وكالموضوع بالنسبة لهم يعني كأن الست بتطلب حاجة حرارة نفس رد الست لما الراجل بيقول لها هتجوز واحدة تاني برضو بترد كأن الراجل بيطلب حاجة حرارة فانراعي بعض شوية بعد إزنوكم وبتكلم ع الراجل والست أو بتكلم على ابني وبنتي أو بتكلم على ابوي وأمي فهياريت إنتم ما تيجوا تتكلموا ع الراجل تتكلموا على ابوكي واخوكي وقالت تختاري أحسن حد فيهم في ناس ما تحبش أخواتها أصلا فهياريت تختاري أحسن أخ وإنت لما تيجي تتكلم على الحريم تتكلم على الحريم عشان هم حريم لينا حرمة تتكلم على بنتك تتخيل وإنت بتكلم إن دي بنتك تتكلم على ست متجوزة تتخيل إن دي بنتك بعد ما تتجوز دي همك ليه عشان تبقى إنسان حقاني وعشان تعرف تقابل ربنا وعشان تعرف سحط الموضوع في إطاره المزبوط أنا راجل هقول أجوة تتكلم هاوضة غلط في الستات لما لو مش هاي حق يا ستة جميلة وهعيش في الدور أول ما تخيل إن الستة دي بنتي أكيد أنا هبقى يعني إيه سيكهاء كده على رأيه ما بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته